صلى الله عليه وسلم سمعت الوالد يقول السائل في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده يقول هل يستفاد من عموم هذه الآية أن الكافر يسبح وأن يستفاد منها تقسيم التسبيح إلى تسبيح الحال وتسبيح المقال لا تسبيح المقال كله لكن لا نفقه تسبيح الجمادات والجبال لا نفقه يعني لا نفهمه لكن باللسانها هي الذي خلقه الله له نعم يقول الحسنة لكم وأن يستفاد منها أن الكافر يسبح يسبح قهرا عليه قهرا عليه لأنه يصدق أن الله على كل شيء قدير وأن الله هو يؤمن بالربوبية هذا تسبيح يؤمن بالربوبية وأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت هذا تسبيح منه لله تنزيح لله عن العجل وعنه نعم